مرحباً، أنا نور من باكستان الرجاء الإعجاب والاشتراك كنت في سابعة عشرة حينما انتقلنا للولايات المتحدة وعلى رغم من قلق والداي علي هنا فقد كنت متحمسة لحياة الجديدة كنت أسير في يومي الأول في الممرات حينما اصطدمت فتاة بي وأوقعت كل كتبي بدأت أجمعها بينما سارفت بزلاجات نحوي تجمدت مرعوبة حينما دفعني أحدهم فجأة نظرت لأرى أو سمفة في حياتي أنت؟ هل أنت بخير؟ هل جرحت رأسك؟ هل تشعرين بذوخة؟ حسناً، أنا دائخة، لكن لا أعلم إذا كان سقوط السبب أم هو أعتقد أنني بخير، شكراً، شكراً على إنقاذ حياتي فجأة انحنى قريباً مني مهلاً، هل سيقبلني؟ تجهزت لهذا لكن لإحراجي، إنحنى والتقط شطيرته من خلفي لابد أنني أسقطها وأنا أنقذك كنت سأحزن لو فقدتها بعدها طلبت من المعالمة تقديم نفسي حينما غمز ليفة وسيماً آخر حاولت التفكير في أي شيء لأقوله بينما بدأت فتاة بالسخرية يا إلهي، من أين أنت؟ هل تعرف الإنجليزية حتى؟ لن أدعى أي أحد يفسد يومي الأول بالمدرسة يا إلهي، تشبهين الفتيات في الأفلام الأمريكية الفتيات اللئيمات والثانوية ألواتي ينتهي بهن الأمر مهزومات بالنهاية أنا متحمسة جداً للقائك تحولت ابتسامة الفتاة لتحديق مميت ثم رأيت الفتاة الذي أنقذني مسبقاً وكان يضحك عليها أوتش، كان هذا موجعاً حينما عطوا لمقعدي ربط على كتفي وقدم نفسه على أنه ديمين وبعدها أراني طريق الكافيتيريا وجلب لي صنيات الطعام حتى كان هذا الفتاة لطيفاً جداً ثم أخبرني بكل شيء حول هذه المدرسة وتلك الفتاة باتريكا ملكة المدرسة والفتاة الذي غمز لي هو إيريك حبيبها إيو بعد ذلك اعتدت تجولاً مع ديمين سريعاً وأصبحنا أصدقاء ذات يوم وأنا أذهب للفصل رأيت بات على السلم تتنمر هي وصديقاتها على فتاة تبكي أنتون، ماذا تفعل؟ أوه، كيف لهذه الفتاة أن تأتي هنا وحدها؟ عظيم أن ديمين ليس معك ليحميكي ماذا يعني هذا حتى؟ أنت أغذى مما تبدين هل تعلمين سبب تقرب أجمل فتاة في المدرسة منكي؟ لأنه يعتقد أنك ضعيف لتحمل نفسكي نعم، توصل إلي لأترككي وشأنكي بيومك الأول هذا سبب خروجه معكي طوال الوقت أيضاً ماذا؟ هل هذا ما ظنه ديمين بي؟ ثم رأيت ديمين واتضح أنه سمع كل شيء نور، يمكنني أن أشرح كل شيء واضح يا ديمين هل تحميني لتشعر بالرضا؟ حسناً، يمكنك حماية شخص آخر ويمكنني الاعتناء بنفسي شكراً لك وبهذا، هرعت غاضبة وخططت لتجاهله لفترة بعد أيام، تم إقراني مع إيريك لتجربة علمية وكانت الشائعات تقول أنه انفصل عن بات لكنها لازالت تحدق بي طوال جلوسه بجانبي بينما كنا نجري التجربة وقعت أنبوبة التجربة من يدي حينما سحبني إيريك نحوه ووقعت عليه وقفزت بات عن مقعدها وكأنها تشتعل يا فتاة، أين كنت طوال حياتي؟ مختبئة منك دفعته جانباً وغادرت لم أرد حبيب بات السابق أو أي دراما أخرى لكن لم يكن الأمر وكأن بإمكاني تجنب ذلك كنا نجري انتخابات لمجلس الطلبة وتنافست مع بات في المنصب نفسه آه، هل تعتقدين أن بإمكانك الفوز؟ هذا لطيف حقاً؟ أنا لطيفة جداً وتسبب هذا بالمشاكل لي لكن نعم لكن لو كان هذا المنصب متاحاً لشريرة غبية فأنا واثقة من فوزكي أخ اهدأي يا بات قد لا يصوت الأولاد لك لو رأوك غضبة هكذا عليك أن تكوني لطيفة وودودة غضبت وسارت بعيداً ذلك اليوم انتظرت الحافلات خارج المدرسة بينما وقفت سيارة أمامي وفتحت النافذات الخلفية تعالي يا نور اسعدي، سأقلك للمنزل لا شكراً، أفضل البقاء هنا لبقية حياتي أنت تجرحيني يا حبيبتي أعلم أنني قد أبدو أحمقاً لكن صدقيني، أنا لست كذلك انتظر لي عشرون دقيقة وحينما أدركت عدم قدوم الحافلة استسلمت هذه المرة فقط حينما وصلنا المنزل خرج أولاً وفتح الباب لي ثم سحبني وقبلني ماذا؟ دفعته لكنه ابتسم متكلفاً كيف تجرؤ على هذا؟ اهدأي يا أميرتي كانت مجرد قبلة هل كانت قبلتك الأولى؟ غضبت منه لكن لم أرد صنع دراما أمام منزلي لذا سمحت له بالرحيل لكن حينما دخلت المنزل رأيت والدي يقفاني بجانب النافذة ومصدومان ظننت أنهما سيعاقباني لبقية حياتي لكن حينما أخبرتهم أن الفاشل قبلني عنوى هدأوا وأخبروني بأن أكون حذرة في اليوم التالي بالمدرسة بدأت الحملة الانتخابية وصنعت ملصقات لي وتركتها لتجفى في المرسم لكن حينما ذهبت هناك رأيت أنها فسدت جميعها بالطبع كانت تلك الشريرة كنت أبكي بدأت من جديد وشعرت بربطة على كتفي استدرت لأرى داميين أنت يبدو أنك بحاجة للمساعدة هل يمكنني المساعدة؟ اذهب بعيدا نعم دمرت بات كل جهودي لكن يمكنني إصلاحها بنفسي أحتاج صديقا وليس فارسا مغوارا أعطني فرصة لأشرح لك لم أظن أنك ضعفة قط رأيتك جديدة هنا وأردت الاهتمام بك فقط لكن أنا آسف لما فعلت هل يمكننا أن نعود أصدقاء؟ أرجوكي كيف لا أدوب على هذه الابتسامة الساحرة؟ عانقته وبدأ يساعدني فورا صنعنا الكثير من اللافتات وعلقناها بالمدرسة لكن بينما كنت أعلق واحدة زلت قدمي وكنت أقع على الأرض حينما التقتني أحدهم إيريك؟ التقتك من السماء لذراعي أيتها الجميلة قبل أن أنطق بكلمة دفعه ديميين بعيدا ابتعد عنها قبل أن أكسر أسنانك يا إيريك واه لم أرى ديميين غاضبا من قبل هل كان يغار؟ كان علي إيقافهم وابتعد إيريك لكن في اليوم التالي عدت للمرسم حينما رأيت بات وإيريك بالداخل وكان يتحدثان حولي حبيبتي أقسم لك أنا والدان رأياني أقبلها أعتقدت أنهم سيحجزونها لأسابيع ولم تكن لتفوز بالانتخابات لكن لم أعلم سبب فشل الخطة فشلت لأنك غبي حاول بجد نحتاج شيئا كبيرا لنترضها من المدرسة لا يمكنني تحمل تلك الفتاة السمراء أكثر يا إلهي يا لهم من حمقى وقررت أنني سألقنهم درسا هذه المرة في اليوم التالي ظل إيريك يحاولني لإعجابي بهداياه الثمينة وبدأت التصرف وكأنني أحبه أردته أن يعتقد أنه يفوز لكن لن يكون هذا سهلا له ذات يوم كنت في الكافيتيريا حينما دعوت إيريك لتناول الطعام معي مرحبا يا إيريك تعالوا واجلس معي سنعط هذا الطعام لك مخصوصا يا إلهي طعام باكستاني إنه المفضل لي يا حبيبتي ثم أخذت منعقة مليئة بدجاج أمي الحار جدا ووضعتها في فمه إحمر وجهه وركض في الكافيتيريا باحثا عن المياه والدموع في عينيه أوه هل أحببتها تفضل تناول المزيد لكنه ركض بعيدا كالمجنون كان ذلك ممتعا ثم رأيت داميين في آخر الكافيتيريا وبدأ غاضبا ناديت باسمه لكنه غادر وركضت خلفه توقف يا داميين ابتعدي عني يا نور لا أريد وووو اسمعني فقط سمعت الكثير قال إيريك أنك قبلته هو مجرد أحمق لما قد؟ ثم اقتربت منه فجأة وقبلته أوه ما الذي؟ نعم أيها الأبلة أنا أحبك أنت وليس هو ثم أخبرته بتلاعبي بإيريك وبات تفاجأ وعانقني فقط أنا أحبك أيضا يا نور أنت لست بحاجة لمساعدة الآن لكن كوني حذرة رجاء يا إلهي إنه لطيف جدا أحببت هذا الفتى والآن سار كل شيء وفق الخطة ركزت جيدا على الانتخابات بينما كانت تشاهدني بالطبع في يوم الحفلة الأخير كان علينا أنا وبات إلقاء خطابات في قاعة المؤتمرات صعدت بات على المنصة وقالت هناك الكثير من الأسباب التي تقنعكم بالتصويت لي لكن سأعطيكم واحدا سيجعلكم تحبوني وهو أنني لست مجرمة مثل نور ثم أطفئت الأضواء واشتغلت الشاشة شهق الجميع لما رأى كانت فتاة ترتدي مثلي لكن بقناع وكانت تقتحي مكتب المديرة أخذت بعض أوراق الأسئلة من الدرج وهربت من النافذة ما هذا حتى وقبل أن أدرك ما رأيته صعد إيريك على المنصة واعترف نعم إنها نور إنها حبيبتي وطالبت مني هذا القناع لها قالت أنها ستفعل شيئا يجعلها تنال تصويت طلابي لها لكن لم أعرف أنها ستسرق أوراق الأسئلة يا إلهي لقد تم استغلالي إنه كاذب هو ليس حبيبي لم يعطي أي شيء حتى أرجوك جميعنا نعلم بشأن الهدايا والآن تقولين أنك لست حبيبته واجه الحقيقة لا تستحقين وجودك في هذه المدرسة حتى أقسم أنها ليست أنا إيريك كاذب يحاولون اتهامي فقط إنها كلمتك يا عزيزتي لا إنها كلمتك حقا يا باتريشا ثم أخرجت هاتفي من حقيبتي وأرسلت الفيديو لكل من في المدرسة مع المديرة شهيق الجميع بمجرد رؤيتهم الفيديو وحدقوا ببات لكنها بدت مشوشة وصرخت ما هذا؟ ما الذي يجري؟ ركضت عن المنصة فجأة وبدأت تسحب الهواتف من الفتيات اتسعت عينها بمجرد أن رأت الفيديو فشلت لأنا كغبي حاول بجد نحتاج شيئا كبيرا لنتردها من المدرسة لا يمكنني تحمل تلك الفتاة السمراء أكثر نعم كان مصورا يوم تحدث عني لحسن الحظ أنني صورته نظرت بات نحوي فجأة وركضت نحوي والحمد لله أنا ديميان أوقفها أعتقد أنني أخبرتك بالابتعاد عنها ثم تقدمت المديرة وقالت لا يمكنني تخيل دناءتك يا باتريشا اقتحمت مكتبي واتهمت بريئا كما تلقيت شكاوي ضدك لتنمرك أنت مفصولة وأنت أيضا يا إيريك كانت نظراتهم رهيبة لست الوحيد الذي يمكنك التلعب بالآخرين يا إيريك سأجلب لك مزيدا من الدجاج الحار لكن مهلا لن تكون هنا ثانية يا لها من شفقة تم إخراجهما وتم إعلان رئيسة اتحاد الطلاب لغياب المنافسين الآخرين ركض ديميان نحوي وعانقني واو فعلتها بنفسك أنا فخور بك ولا أعتقد أنك بحاجة الآن نعم لا أحتاجك أنا أريدك يا أحمق والآن قبلني أوو حبيبتي أحبك وأنا أيضا أحبك يا ديميان ترجمة نانسي قنقر